سارة شرفي الكتبة العامة لجمعية معرض الشراق في كتاب الطفل دورة ثلاثية دورة استثنائية وفي ظروف استثنائية وربي يعين عليها لا يتروف الاستثنائية الموضوعية ساعة أحداث غزة ما يجبش تتبع علينا احنا حددنا محور الدورة أدب الطفل بين الرقمي والورقمي لكن حددناها قبل أحداث غزة لكن جاءت أحداث غزة فرضت علينا بطبع الحال أن يكونوا حاضرين نحن غيبين على الساحة وهو البرنامج التقافي معنا نقصد غزة حاضرة بكوة وعنا لأول مرة جناح لدار الجندي من الحاضر فلسطين وحتى الأردن كان شخص شاعر محمد جمال عمر والأجيب منير حسن الغور حاضرة لأنه هما من قصة الفلسطينية بل نشر في العادة حوالي سيهدار نشر تونسية عنا مكبه لثنيت لأنه استعامر رئيسين مع دين المنشر لأنه هذاء قرار مثل هذاء النوعي ما يعرض يكون في مستوى المطلوب والمرج ومعنا النسكل ثم عنا أردن حاضرة فلسطين وسوريا نحن نشكر المعرفة كتاب الطفل ونحن نتلم على معرفة تحاكم وهو ما معرفة تجاري بلاء بدون أجلة ثقافية وبقوة منها نحن نقول لكل المعرفة ثقافية موجودة عنا نحن نذكر نهار أربعة فبري نهار حد تكريم الصديق عبد رزاق كامو من خلال تظاهرة ثقافية بمناسبة حدود كتاب كل الكتب التعريفية هنا تجميع جمع كتاب في رحيد الانتاتي ومشانا لا يمكن إصداره تباعة من طرف در الجندي للنشر لذلك ستحضر بعض عداد لكي نشكوه وأمسة ثقافية مش تتناول مش تكون فيها نوع من الأمسيات ثقافية لكي نضمس عبد الرزاق كامو بين المعهد وإحنا مش تضموها مع العدادية أنا أربعة عدادية في مستبقات ثقافية والمحور والموضوع هو الفلسطيني هذا يوم أربعة تتحلى له الغناء من المقاومة الفلسطينية والدبكة مثل أربعة يوم ستة فيبري لدينا يوم التفل الفلسطيني نضمد الجمعية بشراكة مع المقبلة مدودية الحديقة فيه معرض وسائق وصور عنوان من التهجير إلى التحريق وفيه خلقات نقاش بالطفل الفلسطيني وفيه نسبة وشب تهجير وشب تنوان المسرع ودبكة اليوم في المقبلة ايوم يوم ايوم فالطفل الفلسطيني وعندنا أهم الفقرات وعندنا فقرات المعروفة هي الهجو العلمية والموضوع هو أدب التقل بين رحل والوراق حافظ على المحور الزايا في شركة عزيزة بشركة بطبيعة مع كليل أداب العلوم الدكتنية بالساقص وحضور مميز مع الأدباء والصحبين وفاعدين ذرعونيين وثقافين اختتاحه يوم الجمعة 2 فبري ساعة 15 في معرس بقص الدولي كلاح طبعا في معرس بقص الدولي نفض نفتتحه وتكريب عنا في الحفل اختتام توسيع الجوائز وطبق الأملاك وتكريم جميع الدول